موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه طلابي الاعزاء بريبتو وحشيني جدا يارب تكونوا ذاكرتو طبعا عملتلكو يعني شرح ليه الperiodic table وعملتلكو للاتوميك سايز فصصنا كده وعملنا له رسمة لطيفة اتمنى ان انتو تكونوا قدرتو تستوعبوها وترسموها في دماغكو ما تحفظوش حاولوا ان انتو تفهمو زي ما انا شرحتو كده step by step ان شاء الله يكون سهل منهكو مش مستحمل او مش عايز ترقو مات عايز مذاكرة اول باول عايز فهم كويس علشان خاطر ما تتعبوش في المذاكرة وما تحسوش ان البرطات علي عليكم او الاجزاء صعبة عايزاكو دايما تسمعو على طول تفهمو 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 بلاش حفظ بدون فهم الكطاع ده او اليونت ده بالذات محتاج ان انا افهم كويس علشان اقدر الم وادعم طبعا فهمي بمجموعة من الحفظ كلمت طبعا على الاتوميك سايز باستفادة ويعني اخد حقه بس ممكن نقوله سريعا الاتوميك سايز طبعا هو مجرد باي البيكو میتر والبيكو میتر اللي هو الاتوميك نومبر في حجم الاتوم طبعا اتكلمنا باستفادة عشان كده انا برجع بسرعة فلو انت مش ملمي به ارجع تاني اسمع الفيديو بتاع الاتوميك سايز كنا يعني شغالين عليه لوحده وفي الجروب طبعا انكريز فرم اكتو داون ديو تو انكريز الانرجي لفل وتكلمنا باستفادة جدا على البيريودز وتكلمنا على الجروب وقلنا طبعا ان السيزيوم يعتبر هو الارجست اتوميك سايز وان الفلورين اسمولست اتوميك سايز دلوقتي بقى تعالوا نتكلم على الالكترو نيجاتيفتي بروبيرتي ونتكلم على المتال والمتاليتي والمتاليك بروبيرتز نبتدي نركز طبعا الالكترو نيجاتيفتي يعني احنا مش عايزين نخوض فيها كتير او نتكلم فيها كتير لان احنا كده كده حناخدها باستفادة فيما بعد ولكن عايزين نلتزم بكلام الكتاب فقط فانا دلوقتي ايه هي الالكترو نيجاتيفتي فهو قال لي ability of atom ability of atom in covalent molecule to attract electrons of bond toward itself يعني انها تشد الالكترونز بتاعة الربطة الكوفيلانت نفسها يعني بمعنى اصح لو انا دخلت كده زي القدامي ده القطاع اللي قدامي الووتر اهو دي كوفيلانت bond الاكسوجين المفروض انه هو اقوى من الهايدروجين يبقى هو يقدر يشد البوند بتاعة الكوفيلانت اكتر من الهايدروجين تمام كده ليه لانه اقوى يعني حاجة منطقية موجودة في الطبيعة وموجودة في الاتومز برضو يعني في الحقيقة او في البوندز يعني فقال لي انها ability يعني قدرة of atom in covalent molecule to attract electron of bond يعني علشان يقدر ان هو يشد البوند دي اول حاجة انا محتاجة اعرفها عن التاني حاجة بقى الديفرنس بناء على الديفرنس بقدر اقول الكونباوند ده بولر ولا نان بولر طب امتى اقول النبولر قال لي تقول النبولر اذا كان الدفرنس بتوين الالكترونيجاتيفتي او الالكترونيجاتيفتي difference between the element is relatively high يعني ايه يا ميس relatively high يعني عالي نسبيا يعني انا لما اجي مثلا احسب الالكترونيجاتيفتي بشعلية طبعا حسابات ولا اي حاجة ولكن لما اجي احسب الالكترونيجاتيفتي للواتر يبقى عالي تمام كده ولما اجي احسب الامونيا يبقى عالي طب انا مطالب بايه انا مطالب ان انا يبقى حافظ البولر كومباوند يعني ايه هي كومباوند الاكترونيجاتيفتي difference between element relatively high بعد كده اعرف ال two example ال H2O و ال NH3 الواتر والامونيا طب يجي بقى يقول لي ليه الواتر بولر حقول له بيكوز التعريف يا جماعة ركزوا فيه كويس الالكترونيجاتيفتي difference between elements relatively high طب ليه الامونيا بولر حقول له نفس الكلام مش حايزين نتعمق اكتر من كده حقول له بيكوز الالكترونيجاتيفتي difference between elements relatively high بس جدا يجي يقول لي بقى ليه الواتر مولوكيول عند الامونيا اهو نفس السؤال اهو الحمد لله نفس الاجابة because difference of a electron negativity relatively high طب ليه الواتر البولاريتي بتاعته more than الامونيا ليه الواتر more بولر ما ده اكيد لان ال difference between ال atom او ال elements اللي موجودة في الواتر اعلى من ال difference اللي موجود بين الايه بين الامونيا بس كده يعني انا حفصت البولر جوبت بقى الميا ليه بولر الامونيا ليه بولر فاذا انا خلصت الكلام والموضوع هي دي وما عملتش اي حاجة يبقى الالكترون هي القدرة بتاعت الاتوم انها اتركت الايه الالكترون نيجي بقى للموضوع المهم عندنا وهو المتال والحقيقة ومسلا عنده الالومين مثلا عنده ايه سري طيب انا لما يبقى عندي انا ايه زي ما خدنا السنة اللي فاتت تند تولوس ولما اعمل لوس يبقى انا اتشينج اتشينج او بوزوتيف ايون انا ما بقيتش سودجوم انا بقيت سودجوم ايون خلاص كده طيب قال لي بقى كمان فورم بوزوتيف ايه ايون يعني انا كونت البوزوتيف ايون طب ايه هو البوزوتيف ايون نعرف احنا معرفين السنة اللي فاتت ده هيبقى محور الشغل اينا في البورت ده مش هيجي يسألك غالبا على الاتوم كل سؤاله هيبقى على الايون قال لي اولا انا البوزوتيف ايون معناها ان انا اتوم اوف متل لوس وان اور مور الكترون يبقى انا اتوم اوف متل لوس وان اور مور الكترون دورنج كيميكا رياكشن تمام طيب ايه كمان قال لي كمان ان المتالك بروبيرتي بتاعتي خلاص دايركت بروبورشنال مع الاتوميك نومبر يعني كل ما الاتوميك نومبر بيزيد كل طبعا ما الاتوميك سايز بيزيد وبالتالي اللوز بتاعي بيبقى اسهل خلاص كده طيب قال لي بقى عندي اجزامبل زي السوديوم زي الماجنيزيوم زي الالومنيوم لما نيجي نبص على الصدجوم فواخد بوزيتف تشارج واحدة لاننا فقدت الالكترون واحد ولما تيجي تبص مثلا على الام جي 12 فانا دلوقتي 2 8 2 فانا دلوقتي هبقى م جي 2 8 يبقى انا كده بقيت م جي بوزيتف 2 يبقى الالكترون اللي بتكتف فوق دي هي عدد الالكترون اللي هي بتتفقد خلاص كده طيب وإيه كمان قال لي ان انا لما بعمل لس للالكترون لو انا كنت سري لو انا كنت سري energy level ببقى 2 energy level بس يبقى معنى كده ان number energy level للآيون في المثل لزان number energy level لإيه للآتوم العادية يعني هنا عدد الانرج level اقل من هنا حاجة كمان ناخد بنا منها وكل elements اللي هي المثل لما بلوس بتاخد النوبل جاز اللي هو البروسيد اللي قبلها في البروريود كتابه تمام كده يبقى mg 2 A2 loss 2 electron mg positive 2 اللي هو 2 8 خلاص كده ولما بفقت ببقى طبعا ده النيون هو اللي هو 2 8 خلاص كده فانا ببقى النوبل جاز اللي هو بروسيد اللي هو قبلي طيب نيجي نتكلم على النون متل النون متل هي element تمام كده the element الاوطر بتاعها contain more than 4 electron يعني عندي 5 عندي 6 عندي 7 مش عندي 8 بقى لانا هبقى نوبل جاز كده تمام زي الأوكسوجن 8 لما نوزعه نبقى 2 6 معنى كده ان انا tend 2 gain ولا loss انا tend 2 gain يعني افقد 6 electron ولا اكتسب 2 electron فضلي 2 electron فاحنا هنا لأ طبعا انا جين once the gain بقى اخد tend to gain electron and forming negative ion يعني بقى O negative 2 خلاص وي بقى زي النوبل جاز اللي هو فولوب اللي بيتبعني اللي اللي هو next اللي بيجي بعد تمام كده طيب انا دلوقتي بقيت 2 ايه تهو هل عدد الانرجي level هنا اختلف لا يبقى انا في النون مثل عدد الانرجي level بتاعي بيكون زي عدد الانرجي في الايون زي عدد الانرجي level في الاي في الاتوم خدوا بالكم من التفاصيل دي لان التفاصيل بقى تيجي في الامتحين خلاص يبقى اولا النون مثل have more than four electron more than four electron تاني حاجة tend to gain change to negative ion number of energy level of ion equal number of energy level of atom حلوة جدا ناخد بنا من الكلام ده كل كل ممكن يجي لي سؤال في اي مكان خلاص طب وإيه كمان قال لي ان انا negative ion بتاع يعني ايه هو atom of non metal gain one or more electron during chemical reaction يبقى انا عندي دلوقتي positive ion وnegative ion وريد جدا يجي لكم بير في الامتحان لان انا كل ما بنزل لتحته كل ما الاتومic size بتاعي بيزيد وبالتالي الاتوم حجمها بيكبر وبالتالي اللوص بيبقى اسهل لكن ان انا gain صعب ما طول ما انا حجمي كبير ان انا ازود الالكترون عليها ازود ازاي فناخد بنا من الحتة دي يبقى عندي المتال وعندي النون يجي يقول سؤال ادي السودجوم اهو 11 يبقى 8 1 وعندي كمان الفولورين 9 يبقى 2 7 طيب السودجوم هيعمل لص للالكترون فهيبقى 2 8 سودجوم positive ion والفولورين gain 1 فهيبقى 2 8 اللي هو النيون برضو وحيبقى فولورين negative 1 طب احنا هقول له بيكوز ان السودجوم lose 1 electron تمام كده and الفولورين gain 1 electron واللي 2 become 10 تمام نيجي بقى للحاجة اللي احنا ماخدناش قبل كده وهي الميتالويدز او السيميميتال حلو الكلام مطالب بايه في السيميميتال التعريف ولازم نحفظ الالمنتز بتاعتها لانها ممكن انها في الامتحان طب تعال بقى نشوف كده السيميميتال الميتس اللي ملها الشخصية ممكن تبقى متل وممكن تبقى non-metal ممكن تبقى متل وممكن تبقى non-metal ممكن gain وممكن lose فييجي يقول لي زي are element which have properties of both metal and non-metal يعني انا عندي بروبيريتي الاثنين they are element which their outermost shall contain three two sex ماشي طب هم ايه بورون سيليكون جارمينيوم arsenic anthony trillium انا محتاج احفظ الاربع اللي في الاول على الال بورون سيليكون جارمينيوم arsenic ناخد بنا منهم يبقى انا عندي both properties metal and non-metal طيب تمام تعالى بقى بعد ما خلصت الجزئية دي اعرف اخر حاجة وهي الميتاليتي بتاعة الايه الاتوم البريود اكتيبوا قال لي انا في البريود زي ما احنا عارفين انا بزود على نفس الانيرجي ما بغيرش العدد الانيرجي وبالتالي each period start with strong metal يعني كل الperiod بتبدأ ب strong metal تمام وي اللي هو ايه يعني زي اللي سيام مثلا ده strong metal خلاص زي متاليتي او متاليك بروبيريتي decrease by increase atomic number ليه اصل انا دلوقتي با الاتومي سايز بتاعي بيل وبالتالي اللوز بتاعي بيبقى اصعب تمام قال لي كمان لحد ما اوصل للميتالويدز يعني معنى كده ان اللي سيام تمام وبعدين ببتدي اقل للميتاليتي وبعدين اوصل للميتالويدز وبعدين النون متال بروبيرتي وبعدين لما النون متالي بروبيرتي increase يبتدي اوصل لحد ما اوصل لايه لstrongest non متال وبعدين افنش متال وبعدين متالي بروبيرتي decrease وبعدين ادخل على الميتالويدز ولما ادخل على الميتالويدز ابتدي اتخلص الميتالويدز وادخل على النون متال اللي بتاعته increase لحد ما اوصل لstrongest ايه نون متال وبعد كده اوصل للنوبل جاز ده الكلام ده بالنسبة لايه للبريود طب لو انا في جروب ماشا ينفعش ما اتكلم كده انا في الجروب طبعا الاتوميك سايز بيزيد وبالتالي نتوقع ان الميتاليك بروبيرتي هي الي increase لكن لو انا هتكلم عن النون متاليك صعب طبعا لان انا كل ما حجم بيكبر مش سهل ان انا اكتسب تمام انا دلوقتي كده هعمل كنترول ازاي خلاص فاذا انا في الجروب طول ما ننازل انا الاتوميك بتاعي بيزيد ومدام الاتوميك سايز بتاعي بيزيد خلاص يبقى انت دلوقتي مش هتقدر جين وبتالي النون متاليك بتقل والميتاليك بروبيرتي هي الي ايه بتزيد بيكوز اتوميك سايز ايه طب نون متاليك ان جروب نون متال بروبيرتي decrease يبقى الميتاليك بروبيرتي في الجروب increase والنون متال decrease لياميس عشان الاتوميك size increase برضو وطبعا الايه الالكترونيجاتيفتي كمان بتقل طيب نبتدي بقى ناخد كده معلومة صغيرة ممكن تجلنا في الامتحال السيزيام السيزيام هو strongest او most active متاليك element تمام كده واللاسيام lowest متاليك element والفلورين strongest نون متال والاستتين الاسيتاتين هو lowest او least activity non non متال يفضل عندي بقى اخر حاجة وهي الرياكشنز ودي هسيبها الحصة الجاية علشان خاطر تكونوا او السيشن الجاية علشان خاطر تكونوا يعني لميتوا البارت ده بالراحة عشان ما تطلق بطوش بالراحة خالص ونفهمه المتال المتال جي ده لازم يكون لوس وكل ما كان الاتوميك سايز بتاعي صغير كل ما انا قدرت ان انا جين الكترون اسهل وكل ما كان الاتوميك سايز بتاعي سوري كل ما كان الاتوميك سايز صغير كل ما انا جين الكترون طبعا فدي تبقى نام متال كل ما كان الاتوميك سايز كبير كل ما انا قدرت ان انا لوس الكترون طبعاً وبالراحة كده لو في أي حاجة طبعاً بعتولي اكتبولي تعليقاتكم وشيروا الفيديو وإن شاء الله أشوفكم بألف خير مع الجزء اللي فاضل طبعاً اللي هو الكيميكال بروبرتز بالتوفيق ليكم أنا بس مش عايزة أدي كميات علشان خاطر ما تطلق بطوش وتكونوا هضمتوا البارد كويس أشوفكم بألف خير وعا السلامة اشتركوا في القناة